هل ضغط ولي العهد السعودي على رئيس الوزراء البريطاني لإتمام صفقة نيو كاسل؟ وهل تعود صفقة النادي الإنجليزي إلى طاولة المفاوضات؟ هذا ما تساءلت به أو ذكرته الصحيفة بريطانية هي صحيفة ديلي ميل معروفة جداً الصحيفة ذكرت في تقريرها أن رئيسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد مرست عليه مارسة ضغوطاً لحسم الصفقة بعدما حذره الأمير محمد بن سلمان أن فشل هذه الصفقة قد يؤثر على العلاقات البريطانية السعودية تقول صحيفة أيضاً حث ولي العهد السعودي رئيس الوزراء بوريس جونسون على تصحيح وإعادة النظر في القرار الخاطئ الذي اتخذته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم قبول الصفقة التقرير أضاف أيضاً بأن بوريس جونسون كلف لورد إدوارد ليستر هو مبعوثه لدول الخليج كلفه بتحقيق في الأمر ومتابعته ليستر رد على التقرير يقول سعوديون كانوا مستئين لم نضغط لصالح شراء النادي أو عدم شرائه أردنا أن تكون إدارة الدوري الإنجليزي صريحة وأن تقول نعم أو لا للصفقة وأن لا يتركوا السعوديين معلقين في النهاية رافضت إدارة الدوري الإنجليزي الصفقة لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب أي خطأ يحاول مالك نادي نيوكاسل يونيتد واسمه مايك آشلي يحاول بيعه منذ عامين آشلي أعلن عن رغبته في قبول العرض السعودي مشجعون نادي الإنجليزي العريق يريدون إتمام هذه الصفقة يريدون البيع إلا أن القرار الأول والأخير في هذه رابطة الدوري الإنجليزي لذلك وقع نحو تسعين ألفا من مشجعين يوكاسل وقعوا عريضة للمطالبة بالتحقيق في قرار الرابطة في خطوة غير معتادة طبعا كتب جونسون رسالة مفتوحة إلى مشجعين نادي الإنجليزي يدعم حملتهم ويدعم مطالبتهم لإصدار رابطة الدوري الإنجليزي بيانا لتوضيح الأمر صندوق الاستثمار السعودي عرض شراء النادي بـ 88% من النادي الثمن هو 300 مليون جنيه استرلينيه هذا كان منذ أكثر من عام ولكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تحسم الأمر لأنها تريد المزيد من المعلومات حول الكيانات التي تريد الاستحواذ على النادي وفقا للمشورة القانونية بالإدارة البعض أرجع السبب العرقلة لهذه الصفقة إلى وضع حقوق الإنسان في السعودية واتهام السعودية بانتهاك حقوق عرض الدوري الإنجليزي الذي تستحوذ عليه بـ N-Sport القطرية أثناء فترة الأزمة الخليجية رئيس الدوري رابطة الدوري الإنجليزي نفى أن يكون قد تعرض لضغط من الحكومة لقابول الصفقة من السعوديين أيضا الحكومة البريطانية التي قالت عبر متحدثها تقول بينما نرحب بالاستثمارات الخارجية هذه مسألة تجارية تخص الأطراف المعنيين لم تشارك الحكومة في أي وقت في محادثات بيع نيو كاسل شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها